بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني عشر من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه إسريدز تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه كلمة سريد كلمة سريد معناها لايت ويت بروسز أو بروسز خفيفة يعني بروسز بسيطة يعني ممكن نقول إنها جزء من البروسز مش كده؟ حاجة بسيطة خفيفة يعني ممكن نقول إتش سريد ها يعمل إيه هاز إتس اون بروجرام كاونتر له البروجرام الكاونتر الخاص به هو وله رجستر الفاليوس خاص به هو وكمان مستاك معنا؟ وإن السريدز ممكن تتشارك في الكود وفي الداتا وفي الرسورسز جميل تعالوا بس نوضحها أكتر ونقول لو عندنا بروسز بي ممكن البروسز دي تنقسم لعدد من السريدز أو العمليات الخفيفة البسيطة إزاي؟ تعالوا نفترض مثلا إن إحنا عندنا بروسز بي إذا ما إحنا اتفقنا وفي عمليات فرعية منها بسيطة اسمها سريد بمنظر لقدمك ده السريد دوت لو قلنا دي تي اتش اختصال لكلمة سريد بقى دي تي اتش وان تي اتش تو تي اتش ايه سريد معناها إن البروسز دوت تم تكوين كم سريد منها؟ تلاتة سريدز عمليات بسيطة خفيفة منها طيب إيه هو جماعة؟ الدافع الدافع لتكوين السريدز الموتيفيشن بيقول فيه اتنين من الدوافع اللي لازم نفهمها اللي هي إيه؟ بيقول لنفرض إن بعض الابليكيشن بعض التطبيقات محتاجة تعمل العديد من التسكات زي إيه؟ زي ويب براوزر مثلا عايز يعرض إيميجز أو تيكست ويعمل دوين لود للبيج عادل من التسكات في الحالة ديات هو مضطر يكون سريدز معنا؟ بحيث إن كل سريد يقوم بتسكة مهمة معينة طيب وإيه كمان يا جماعة؟ مثال تاني وليكن مثلا فيه أبليكيشن تطبيق عايز يعمل عمليات متكررة يعني على سبيل المثال ويب سيرفر معايا ويب سيرفر بيستقبل طلبات إنه هو إيه؟ إنه هو يعرض بيج فلو الطلبات دي كتيرة ممكن يعمل سريدز بحيث إن العمليات دي مدام متكررة متكررة يبقى إذن يعمل سريدز بحيث إنه إيه؟ يلبط طلبات العمليات اللي هي إيه؟ متكررة اللي إحنا بتقوم عليها تتكرر بانتظام طيب تعالي نشوف بقى إيه هي مميزات السريدز يا جماعة؟ Advantage of سريدز بنقول من ضمن مميزات السريدز إحنا عندنا أربع مميزات نتكلم عنهم رقم واحد Responsiveness Responsiveness دي معناها الاستجابة استجابة يعني إيه الاستجابة؟ معناها إن إيه؟ ممكن أكتر من سريدز عدد من السريدز يقدروا يتنفزهم لنفس البروزز أو جزء من البروزز حتى لو في بعض السريدز الأخرى متوقفة أو لا تعمل أو مشغولة في الحالة دي في عدم اعتمادية على بعض بنسمها إيه؟ Responsiveness طيب في حاجة اسمها تانية من ضمن المميزات اسمها Resource Sharing المشاركة في الموارد معايا؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أقدر أخزن بعض الداتا لبروزز معايا؟ أنا مش محتاجها في عدد من السريدز الخاص بالبروزز دي هلي في بعض الثالث؟ آه في ميزة ثالثة بعض الثالث بين سمها البعض الاقتصادي Economy معناها إيه؟ تخيل كده لما أنت تتشارك مع حد تاني في الكود وفي الداتا وفي الفايلز أي في الكود وفي الداتا وفي الفايلز مش ده بيوفر نوع من الوقت شوية وبيوفر overhead وطلبات على بروزز تانية مش كده فعلا؟ يعني لما تشارك مع واحد في حاجة معينة إذن حصلنا إيه؟ حصلنا على حاجة اقتصادية جزء اقتصادي بيوفر لي جزء من الـ overhead اللي هو إيه؟ هه اللي أنا فيه هقدر أعمل بروزز جديدة جميل رقم أربع concurrency معناها التزامن لو حصل سريدز ممكن بسهولة جدا أن البروزز يتم تقسيم العدد من سريدز هه تعمل إيه؟ تتم تنفذها في وقت متزامن متناغي مع بعضه برل مع بعضهم فعلا يبقى ده رقم أربعة إذن قلنا فيه أربع مميزات للسريدز لنقولهم مع بعض تاني Responsiveness يعني إيه؟ استجابة Resource Sharing Economy Concurrency السلام عليكم ورحمة الله وبركاته